طبعاً كلنا عارفين بعد مباراة النجم السحلي النادي الاهلي ان شاء الله هيرجع عنده مباراة يوم التلاتة الجاي زي النهاردة مع نادي بانسويف في دور الاتنين وتلاتين لكاس مصر المباراة على الساد القاهرة ان شاء الله التلاتة الجاي زي النهاردة مباراة في دور الاتنين وتلاتين لكاس مصر وده المعادة لتحدد بالنسبة لي هذه الفترة بالنسبة لي الكاس لكن بعد مباراة بانسويف عندك مباراة مع الهلال السوداني ستة او سبعة اتناشر ان شاء الله في بداية هذا الاسبوع من شهر ديسمبر ثم ننتظر بقى التصور المتعلق بجدول الدوري ولا هتكلم معكم فيه لكن بعد ما اتكلم بس الاول عن الخبرين اللي معايا لاني نادي بنسويف علع مع نادي الاهلي في الكاس وعالاقل على الاقل اذا ما حققاش استفادة فنية ومكسب على الاهلي في الكاس على الاقل حق ان هو يستفيد ماديا او وجهة نظره بالنسبة ليه ان مشاركة في الكاس ممكن يستفيد بهذه المرحلة ازاي عشان لما وصل الدوري الاثنين وثلاثين وصلها بعد مشوار طويل لنتلعب اكتر من دور تمهيدي في كاس مصر قدامي خبر مكتوف فيه ان نادي بنسويف وقع مذكرة رسمية للتضامن مع اندية قنة وفرقه وبيلة للمطالبة اتحاد القرى بسداد المستحقات المتأخرة لهذه الاندية بعد صعودها لدور الاثنين وثلاثين في كاس مصر رفضين ارتداء قميص اتحاد القرى في المباراة الا بعد سداد المستحقات المتأخرة مباراة الكاس حقوق الرعاية الاعلانية والاعلامية والفضائية التليفزيونية هي ملك اتحاد قرى القدم فلعندها كلها تلتزم بهذه الحقوق في مباراة كاس مصر نادي بنسويف من خلال هذا الخبر وخلال هذه المذكرة اللي تضمن فيها مع كازا نادي بيرتدي اتشارة اللي عليه رعاء اتحاد القرى فأول قال مش هلعب بمباراة الاهلي في الكاس الا لما اخد مستحقاتي عن المشاركة في الكاس وانا ارتديت شعار اتحاد القرى في هذه المباراة النادي تقدموا مذكرة لاتحاد القرى اعتراضا على تأخر المستحقات لكن بشكل عام يعني هذه الاخبار دايما بنتباحها ودايما بنقراها لما بيكون في مباراة كبيرة او مباراة هامة سواء حتى في حقوق رعاية او حتى في حقوق بس فضائي لكن في النهاية حقك بالتأكيد هيج يعني اتحاد القرى لو انت ليك نسبة مالية من هذا الموضوع بتحددها في اللايحة الاتحاد هيبعتها سواء النهاردة او بكرة او قبل المباراة او حتى بعد المباراة كمان نادي انا قال ان هو اتقدم في المذكرة في التضامن مع نادي بنسويب في هذا الموضوع وقال ان المذكرة اتقدمت عاقب سحب مراسم قرعة دور الاثنين وثلاثين في وجود لجنة المسابقات لما عملت مراسم القرعة المباراة نادي انا هيلعب في دور الاثنين وثلاثين في الكاس وعندهم مباراة في الفترة اللي جاية فكل واحد بيحاول يحافظ على مستحقاته او حقوقه المادية وطبعا هم مش موجودين في الدوره ممتاز فالامور المادية تحت في الدرجات الادنى بتبقى قليلة وبتبقى بسيطة ودائما الحرسين على الاستفادة القصوى باي مباراة كبيرة ممكن تيجي في طريقهم سواء في مباراة في الكاس او حتى لما يساعدوا يلعبوا في الدوري سواء مع الاهلي مع الزمالك مع الاسماعيلي مع الانديال الجماهيرية الكبيرة بالنسبة للمرحلة القادمة طيب الجزائر المتعلقة بقى بالدوري العام بالنسبة للمرحلة اللي جاي يوم الخميس الماضي كنا صحاب بالتأكيد اول جهة اعلامية وانفراد في الحديث عن تعديل الاجندة الافريقية لدوري ابطال الافريقية والكونفدرالية خلال الفترة الجاية بعد تغيير موعد كاس الامر الافريقية للمحليين من شهر يناير وفبراي الى شهر ابريل وجلنا تصور مبدئي قبل ما يعلم بحوالي 48 ساعة من الاتحاد الافريقي بشكل رسمي ان المباريات ستقام في هذه الفترة الزمنية بدءا من في الجولة الرابعة والخمسة والستة بعد التعديل الاخير هتكون المباريات 11 يناير 25 يناير 1 فبراير او 31 يناير هذا التعديل صحبه تعديل اخر في موعد مباريات دوري التمانية الدور قبل النهائي والمباريات النهائية حتى كمان معد قرعة دور التمانية حتى المباريات النهائية اتغير معدها من شهر مارس الى 9 فبراير ومبارات السوبر الافريقي تحدد معدها يوم 14 فبراير ففي نفس التوقيت مش هيكون فيه مباريات بالنسبة لدور المجموعات او افريقية سواء في دور الابطال او الكنفترية عشان مبارات السوبر لكن هذه التعديلات قلنا نشوف تأثيرها على الدوري المصري الدوري المصري الغد دلوقتي ما تلعبش منه غير حوالي اربع اسابيع بالنسبة للنادي الاهلي عنده مباراتين مؤجلتين مبارات المصري ومبارات نادي الزمالك لكن هم نتكلم باقي حوالي 30 اسبوع 30 اسبوع ازاي هيتوزعوا على الفترات الزمنية او المواعيد الفضية في التسكين المباريات بعد ما تحطط خلاص مباريات الاندال افريقية في الفترة اللي جاية عندك 29 نوفمبر مبارات النجم السحلي 3 ديسمبر 6 ديسمبر او 7 ديسمبر مبارات الهلال السوداني لكن بعد كده حد عارف الاهل هيلعب امتا هيلعب مع مين هيمشي ازاي في المبارات ودي جزئية كابتن سارة عبدالحافيز اتكلم فيها بشكل مهم جدا بعد مبارات الجونة بالامس والمفاوض النهاردة هو تلعب مع دجلة لكن مش هتفرق خلاص لعدت مع الجونة بعد مرجع من مشوار افريقيا في ترتيب للجدول نمشي عليه لغاية لما نسكي المبارات المؤجلة في المرحلة الجاية فمنتظر لما يعلن الجدول المبارات قادمة للنادي الالي في الدورة هتكون مع ودي دجلة في الاسبوع السابع لانه خلاص اتلعب ستة أسابيع الالي لعب منهم اربعة وعند مباراتين موجلاتين مبارات المصري ومبارات الزمالك طيب من ستة اتناشر لسبعة وعشرين اتناشر مبارات افريقيا احنا بنتكلم في ظرف عشرين يوم في العشرين يوم ممكن تلعب مبارات كل اربعة ايام او خمس ايام فهتلعب اربعة مبارات في الدورة فهتوصل للاسبوع العشر هتلعب مبارات بلاتين يوم في دورة أبطال افريقيا يوم سبعة وعشرين اتناشر ما بين سبعة وعشرين اتناشر ل11 يناير عندك مساحة زمنية خمستاشر يوم ايضا هتلعب فيهم حوالي تلات مبارات لانه في مبارات منهم هتكون خارج مصر فالمبارات اللي بتبقى خارج مصر في مساحة زمنية حوالي اربعة ايام للفرق عشان تلحى تسافر وتلعب بره فهتوصل للأسبوع الثلاثتاشر 11 يناير مباراة بلاتينيوم طيب من 11 يناير لـ 25 يناير مباراة الجولة الخامسة عندك فترة أسبوعين هتلعب فيهم برضو سلاسة مباراة لأنه عندك فيها سفرية في البطولة الإفريقية فهتوصل للأسبوع الثلاثتاشر بعد 20 يناير مش هتقدر تلعب دوري لأنه عندك في ظرف أسبوع مباراةين واربعات 25 يناير 31 يناير جولة الخامسة والستة في دوري أبطال إفريقيا بعد ما تخلص ده عندك شهر اتنين فرصة طيبة أنك تلعب باقي المتباقي في الدور الأول حتى موعد مباراة الدور ربع النهائي إن شاء الله لما نتأهل مباراة دور عرب النهائي إن شاء الله يوم 28 فبراير فمن 1 يتنين لـ 28 يتنين عندك مساحة زمنية أكتر من 3 أسابيع تلعب فيها الأسبوع الخمستاشر والستاشر والسبعتاشر ولو في مباراةين لسه في الدوري مؤجلين لمباراة المصر والزمالك في خمس مباريات إذن انت لغاية 28 اتنين هيكون بينتهي موعد الدور الأول للدوري العام طيب بعد 28 اتنين تقدر تلعب دوري هيبقى صعب لأن بعدها بإسبوع مباشرة يوم 7 ثلاثة أو 6 سبعة ثلاثة عندك مباراة إياب دور الربع النهائي مباراة دوري الثمانية إذن بالورع والألم بالموعد المخترحة والتصور المبدئي لجدول الدوري والفراغات التي تسكنت بعد مباراة إفريقيا الدور الأول سينتهي في الأسبوع الأخير من فبراير أول مارس بشرط إذا لم يحدث أي تعديل على أي مباراة والموعد والمباراة متسكنة بالعافية بسبب هذه الارتباطات الإفريقية والأجندة التي تغيرت من الاتحاد الإفريقي طيب بعد 7 ثلاثة فرصة طيبة أنك تلعب مساحة زمنية لكل مباراة الدوري في هذه الفترة لأنك من 7 مارس لغاية أول مايو ما عندكش غير توقف واحد هو متعلق بالمنتخب الوطني الأول اللي عنده أجندة إفريقية لتصفيات كاس العالم 2022 في الفترة من 23 مارس إلى 30 مارس فعندك 12 مارس 17 مارس 21 مارس بعد التوقف 5 إبريل 9 إبريل 13 17 21 26 إبريل ممكن تلعب فيه ما يقرب من حوالي 8 مباريات في الدوري العام يعني ممكن لغاية نهاية مارس توصل لـ 25 26 إسبوع في الدوري العام طيب من 1 5 إلى 8 5 دخلت ما في مرحلة السيمي فاينال في بطولة إفريقيا من 1 إلى 8 5 في الإسبوع ده هتلعب مباراة زهاب وعودة صعب أو تسكن ما بينهم مباراة لأنك لما بتوصل لنهايات مساحة الراحة للفرق اللي بتلعب في مباراة إفريقيا بالخارج بتزيد من 4 أيام لـ 5 أيام فمن 1 إلى 8 مايو ما فيش مساحة لأي دوري هتلعب إن شاء الله سيمي فاينال دورة أبطال إفريقيا في هذه المساحة الزمنية طيب من 8 مايو لـ 29 مايو عندك مساحة 20 يوم تقدر تلعب فيهم دوري بس هتلعب كم مباراة يعني إن شاء الله بإذن الله نص النهاية إفريقيا يوم 28 مايو وإن شاء الله بإذن الله حتى النهاية بإذن الله يا رب يكون فساد القاهرة ويوقع الاختيار على إستاذ القاهرة طيب في هذه الفترة الزمنية ممكن يكون كم مباراة 3 أربع مباريات فممكن تصل لمرحلة الأسبوع الـ 29 أو الأسبوع الثلاثين إذن لغاية نهاية دورة أبطال إفريقيا 29 خمسة هيكون لعدت في الدوري 29 ثلاثين أسبوع في الدوري العام يتبقى ليك شهر 6 شهر 6 عندك فيه شهر كامل هيكون فيه تصفيات كاسعالم وعندك فيه استعادات المنتخب اللون بالدور التوكيو اللي ممكن تبدأ في الأسبوع الأخير من 6 أو أول 7 لأن أول ماتش في توكيو هيكون 23 سبعة فعندك مساحة تلعب الأسبوع الثلاثين اللي 31 اللي 32 33 34 خمس مباريات في الدوري عندك وقت تلعب الكاس وشوف معادة السوبر ممكن تحطه إزاي إذن التصور اللي موجود لهذه الموعيد هيكون كافي لنهاية الدوري قبل 30 ستة طب موعيد كاس مصر بعد التأهل مع مباراة بن سويف دور 16 التمانية سيمي فاينل الفاينل في هذه الموعيدة هيبقى صعب جدا تسكنها طب سوبر المصري موسم 2018 2019 هيبقى صعب جدا تسكنها الموعيد دي محسوبة بالوراء والألم وهيبقى صعب جدا أنك تكمل بعد 36 لأنك لو حصل تعديل في شوت واحد أو معاد مباراة واحدة قولها الدوري شكرا وهيتقرن نفس اللي حصل للموسم الماضي وهتبقى رايح لسكة أن البطولة هتستكمل بعد دور التوكيو وهتخش في نفس أزمة الموسم الماضي إذن لا مجال لتعديل أي شوت أو أي مباراة في هذه الموعيد بالنسبة للمرحلة اللي جاية ده التصور المتعلق بالأجندة في الفترة اللي جاية بعد إعلان الأجندة الإفريقية ونتمنى إن شاء الله التصور ده أو نشوف الجدول النهائي يعلن خلال الساعة الجاية لأن الأهلي خلال أسبوع عايز يعرف المرحلة الجاية هيشتغل عليها إزاي؟ جهاز الفاني عايز يحط برنامج بدني عايز يحط برنامج فني وده اللي قاله حتى الجهاز الفني وكابتن سايد مباراة بالأمس بعد مباراة الجونة يحتاجين نعرف بقى إزاي هنشتغل بعد أسبوع مين عندنا؟ نلعب بقى مين؟ عن سافر ولا المواطش هيبقى فين؟ مهم جداً يتحط بقى التصور بعد الاتحاد الإفريقية مغير الأجندة وده عمل ارتباك في الدوريات كلها مش في الدوري المصري بس ترجمة نانسي قنقر